وبيوصلوا عالتوقيع لعبة نفسية خبيثة ولكن بتستعملوها بحالات معينة مش مع الكل واليوم سوف نتكلم بقسم كبير من هذا الفيديو عن الضحايا النرجسي وخاصة النرجسي الخفي يعني إذا كنت تعاني من علاقة مع امرأة نرجسية أو إذا كنت أنت كامرأة كمان عم بتعاني من علاقة مع رجل نرجسي فهيدا الفيديو مخصص لألك ولألك أولا خليني يقولش يعني النرجسي الخفي النرجسي الخفي مش ظاهر يعني منش هو الشخص اللي بيبين للكل إنه أنا متكبر وأنا متعجرف وأنا بحاول حطمك أو كون مغرور وشايف حالي لا بيبين إنه بيتمسكن ليتمكن يعني بيبين لك إنه هو شخص ضحية وإنه هو شخص مسكين ودايما كل الأغلاط بيعني بحطة فيك يعني حتى إذا هو اللي أخطأ بيعمل حاله مسكين وبيقلب الطاولة عليك دايما وبيطلعك إنه أنت المخطئ وإنت اللي ظالمه ولكن فعليا هو اللي بيكون عم يظلمك هو اللي عم يتجاهلك هو اللي ممكن عم بهينك أو عم بيقيد لك حريتك بطريقة أو بأخرى لأنه عنده حب التملك مش حب التملك لأنه بيحبك لا حب التملك المرضي بمعنى أنت لا إليه بس أنا بدي ضل عاملك بالطريقة اللي عم زاجي وإنت ما بيحق إلك تعترض هني بالحقيقة ست خطوات أول خطوة هي اقلب عليها الطاولة كيف يعني؟ يعني بدلا مما هو اللي دايما يحط الغلط فيك اقلب عليها الأمور بطريقة زكية ألا وهي نوع من أنواع القصص أو التلميحات هي نوع من أنواع التهديد المبطن يعني الشخص اللي من هالنوع أنت ما فيك خاصة إذا عم يتجاهلك وعم بيقلل من قيمتك ما فيك أنت تروح وتقوله أنت عم تتجاهلني أنت مش عم تهتم فيه أنت غلطت بحق لا لأنه إذا قلت هيك رح يتحول مثل ما قلنا لهو الضحية ويحط الحق أعليك شو الأسلوب اللفظة اللي بتتبعوا معهم؟ بمعنى بتخبروا قصة أو مثال معين عن صديق أو صديقة مثلا كانوا على علاقة دايما مع شخص دايما بيتجاهلهم بيقلل من قيمتهم دايما بيظلمهم دايما بقيدلهم حريتهم وصبروا صبروا بس بالآخر يعني تركوا ورحلوا عنه من دون رجوع وأنا من النوع صراحة كمان إذا حسات الشخص اللي معي كتير عم يظلمني أو عم يتجاهلني ممكن أصبر مرة اثنان أو ثلاثة ولكن بالنهاية أنا سوف أرحل نهائيا ومن دون رجوع طبعا أسلوب التلميحات والتهديد المبطن بينجح بشكل كتير كبير مع المرجسي الخفي لأن بمجرد ما بده يقلك أنت عم أو يتهمك أنك عم بتوجه الكلام لإله ففورا بتلعب هيدا اللعبة الخبيثة أنك تقلب الكلام بمعنى أنا ما أصدي عنك أنا عم بحكي عم خبر عن قصة حصلت مع أشخاص بعرفهن وبهذه الطريقة بتستفزه من دون ما يحط الخطأ عليك لأن أصلا أنت لعبت على الكلام بطريقة خبيثة تاني خطوة هي أجوبة استفزازية كيف يعني؟ يعني مثلا إذا هددك بالرحيل أو الانفصال أنه أنا دايما لأنه النرجسي الخفي ممكن يهدد كتير بالانفصال فبتقله أجوبة فكاهية وفيها نوع من الصخرية نوعا ما فممكن تقله ما نحنا مثلا إذا هو عم بقلك نحنا لازم نضل أصدقاء فبتجاوبه أصلا ما نحنا أصدقاء إذا قالك نحنا لازم ننفصل بتقله لش نحنا مرتبطين إذا قالك وين أنت مختفي بتقله أنا مش مختفي أنا موجود يعني قدامك صوت وصورة يعني دايما نجاوبه بطريقة فيها سخرية مبطنة هيدا الأسلوب بيستفز النرجسي وخاصة اللي عم يتجاهلك إلى أقصى الحدود تالت خطوة هي تأجيل المواعيد النرجسي قد يعتمد أسلوب خبيث يعني بيعطيك وعد أو موعد معين وبأجله دايما وصلني كتير أسئلة عن هيدا النوع أنه الأشخاص اللي ما بيصدقوه بمواعيدهم فكيف بتتصرف معه سواء كان نرجسي أو غيره بمجرد ما قالك أنه بده يأجل موعده بتستعمل معه إيجابة مثل عراحتك إذا بتحب ما في مشكلة كأنك لا تكترث وحتى إذا ما دقل لك وقال لك بده يأجل موعده أو عطك وعد وقال لك أنه معها يعني مش قادر يوفي بوعده فهون أنت طنش وبتعمل حالك ولا كأنك ملاحظ أنه هو ما وفى بوعده أو أجل مواعيده معه يعني بتلعب دور الشخص الذي لا يلاحظ مراوغته ومماطلته وتأجيله للمواعيد الخطوة الرابعة مرتبطة بالتالتي نوعا ما واللي هي نسيان المعايادات يعني عادة هيدا الشخص بينسى مثلا أعياد ميلادك أو الأعياد لكل الناس عادة بتعيد بعضها فيها فهو إما بيتعمد أنه ينساها أو أنه بالفعل بينساها فعا كل الأحوال لازم كمان هيدا الشخص إذا نسي عيدك وتجاهلك بأي عيد خاص فيك أنت مثل عيد ميلادك خاصة فلازم تتصرف بنفس أسلوب تأجيل المواعيد بمعنى أنه أنت مش منتبه ولا ملاحظ أساسا أنه هو نسي يعيدك وإذا قالك أنه هو نسي يعني اعترف أنه نسي بتقله عادة مش مشكلة خامس خطوة هي على السوشال ميديا يعني بتعامل هيدا الشخص بنفس أسلوب وإذا هو عم يتفاعل معك مع منشوراتك أو مع الستوريز اللي إله بتردله التفاعل أما لما يغيب ويبطل يتفاعل معك فأنت ممكن تتفاعل مرة أو اتنان بلايك فقط أما إذا هو لحظت لم يتفاعل للمرة الثالثة بتوقف كليا لحد ما هو يرجع ويتفاعل معك الخطوة السادسة هي إذا هالشخص ما بيبادر ولكن لما أنت تبادر وتحكي معه بيرد عليك بأسلوب إيجابي كأنه ناطر اتصالك وكأنه ملهوف لا يرد على رسالك واتصالاتك وهيدا الشيء كتير بيوصلني بحالة النرجسي الخفي النرجسي الخفي ما بيبادر للاتصال فيك وكتير أحيانا لما أنت تصل فيه ببعين لك كأنه هو كان ناطر اتصالك وبعاتبك وانكنت أولام اختفي وبيقلب كمان مثل ما قلنا بالمقدمة بيقلب الغلط عليك أنه أنت اللي تجهلته وأنت اللي اختفات فهون شو بتعمل وكيف بتستفزه رح قللك تبادر بسلام كيفك أنه بتسلم عليه وبتسأله كيف أحواله وبمجرد ما هيدا الشخص رد ويفضل هون يكون تكست مش اتصال وبمجرد ما هيدا الشخص رد على الواتساب أو على المسنجر أو غيره فهون انت بتقرأ رسالته وبتوقف وبتبطل تحكي يعني فقط بتبعث له السلام كيف أحوالك هو أكيد رح يردع لك بالتكست ميسج أنه أنا منيح انت كيف تجهلته كذا فهون بتقرأ وبتختفي وبتروح وبتدلك على هيدا الأسلوب لحتى هيدا الشخص هو اللي يرجع ويبادر لأنه متل ما هو عم يستفزك بأسلوب خبيث انت بست خطوات رديت له نفس استفزازه بطريقة زكية وهون اليوم علمتكن لعبة من ألعاب الزكاة العاطفة استعملوها فقط مع هيدا النوع من الأشخاص مش مع الأشخاص اللي عم بعملوكن بطريقة نيحة ترجمة نانسي قنقر